اليوم سأشارك التمرين الوحيد الذي تور لي أكتافي في السنة الأخيرة أكتافي تفجرت أكتافي أوسع مدورة وأفضل مما كانت عليه لم أستعمل منشطات واتبعت نظام تدريبي مبني على أبحاث علمية والذي يعمل أفضل من أي شيء جربته من قبل يوجد فقط ثلاث تمرين لكن تأثيرهم عظيم وأنا تبقت كل ما في هذا الفيديو من معلومات قبل حتى أن أشاركه معكم لذا ركز معي أول نقطة هذا الكتف الجانبي هو اللي يعطيك شكل أوسع للأكتاف في الماضي كنت أقوم بالتمرين الروتيني لكن توجد دراسة مشوقة جديدة تسمى تقترح أفضل الحلول لنمو العضلات هذه الدراسة تقول أن العضلات تنمو أكثر إن أعطيتها إطالة كبيرة مثال دراسة نشرت فقط هذه السنة على تمرين الذي يضع البيسيبس في تمدد كبير حيث تكون البيسيبس ممدة بالكامل أعطى نتائج لنمو البايسيبس ب150% أفضل من تمرين على اليمين لأن تمدد البيسيبس محدود نفس النتائج ظهرت بالنسبة للترايسيبس للهامسترينج والكواتس ما زالت لم تجرب للكتف لكن تبدو هذه فائدة بالنسبة لتمرين دمبل لاتيرول ريزيس يكون سهل عندما يكون الوزن بالأسفل لكن سعب في المنطقة العلوية عند الرفع هذا عكس ما نريده لذا التمرين المفيد هو تقدم خطوة للأمام وإلى الجنب خطوة والآن كتف الجانبي ممدد خلفي لكن تنديد كتفك فقط ليس كافي لبناء عضلة الكتف يجب أن تكون متأكد أن الكبل في الارتفاع المناسب حتى تمدد كتفك قدر المستطاع إذا الكبل بأدنى نقطة لن تمدد كتفك بأفضل شكل لكن إذا ترفعه للأعلى 15 إلى 20 سنتيمتر التمرين الآن سيشغل كتفك بشكل أكبر ويمدده الآن إذا لم يكن هناك كبل فتمرين دمبل لاتيرول ريزيس ما زال خيار مثالي وبإمكانك تحقيق التمدد بالقيام أولا بقدر ما تستطيع عدد عداد ثم عند التعب أنهي تمرينك بأجزاء العداد لتحصل على التمديد هذه هي ما زالت طريقة أخرى أعطت أن أطبقها على كتفي الجانبي في التمرين أعطتني فرق كبير وهي متصلة بكم أوزان أرفع في العادة كلما قمت بتمرين لاتيرول ريزيس وأحاول زيادة الوزن عضلة الساعة تشتغل وأشعر أن الفائدة تذهب للترباز وهي تقوم بالتمرين في دراسة لدانيال بلوكتين ساعدت على إيجاد حل هذه المشكلة هذا ما قاله الباحث دانيال بلوكتين أخذنا متدربين لنجد إجابة هل زيادة عدد التكرارات أم زيادة الوزن هي التي تحدث فارق ملحوظ في حجم العضلات الفريق الأول فريق الأوزان كل مرة يتمرنوا يحاولوا يزيدوا في الأوزان المستعملة الفريق الثاني فريق التكرارات يحافظوا على نفس الوزن في كل مرة لكن يحاولوا زيادة عدد التكرارات قدر المستطاع في بداية التجربة فريق التكرارات قاموا بعشر تكرارات في المجموعة في نهاية الدراسة بعد ثمانية أسابيع كانوا يقوموا بين 16 و20 تكرار وما وجدناه من خلال القيس نتائج متطابقة هذا ربما يكون مفاجئ لكن لا يوجد فارق بين الفريقان إذن يبدو كأنه يوجد عدة خيارات بإمكانك استعمال أي واحدة لتلاحظ تقدم يمكن بزيادة التكرارات أو بزيادة الوزن لذا جربت هذه الدراسة من خلال المحافظة على نفس الوزن لعدة أسابيع وأو حاول زيادة تكرارات كل مرة فوق آخر عدد تكرارات توقفت عليه في التمرين السابق بدأت بعشر تكرارات في المجموعة إلى أن وصلت من 15 إلى 20 تكرار في مجموعة مع أفضل تكنيك ثم زدت الوزن إن الكتف الجانبي يعطيك العرض المطلوب لكن الكتف الخلفي يعطيك شكل ثلاثي أبعاد وهو أكثر جزء غير متطور في عضلة الكتف للعديد من الأشخاص وأنا معكم كتف الخلفي كان دائما صغير قمت بعد التمرين له لكن لم أكتشف لماذا لا ينمو حسنا هذا علاش لتنمو العضلة في من الجيد أن يكون اتجاه تمرينك مع اتجاه ألياف العضلة في حالة الكتف الجانبي فإن أليافهم التجهين للأسفل على شكل زاوية 45 درجة لهذا الكثير يبنون الكتف الخلفي بدون ما يعلموا لأن أيديهم في تمرين الظهر تكون على شكل زاوية 45 درجة وينتهي الأمر بتضخيم الكتف الخلفي بدلا من الأجزاء الأخرى من الظهر لكن هذه لم تكن المشكلة بالنسبة لي لقد تحتاجت إلى تمرين يعز الكتف الخلفي بشكل جيد جدا ما وجدته الأكثر نجاحا هو تمرين reverse cable fly بزاوية يد 45 درجة قم ببعض الخطوات للخلف تجعل التمرين أكثر صعوبة عند بداية الحركة وهذا جيد عندما يكون كتفك الخلفي ممدد على الآخر لكن تستطيع تطبيق هذا بشكل مثالي على جهاز back deck ارفع المقعد للأعلى اجلس مقابل الجهاز ارجع مؤخرتك للخلف وضع صدرك على البنك بهذه الطريقة الزاوية الذراعك ستكون أفضل بكثير من الطريقة الأولى إذا لم يكن لديك كابل أو آلة بإمكانك القيام بتمرين incline dumbbell row لكن ذراعيك بزاوية 45 درجة كما قلنا وفي كل هذه التمرين تجنب السحب بعضلة الترباز الوسطى من خلال عصر أكتافك معا أنزل ذراعك افتح أكتافك وأبقيهم بعيدين عليك بهذا الشكل مرافقك بعيدة سأعطيكم برنامج المجموعات والتكرارات لتمرين الكتف في آخر الفيديو لكن الآن لنمر إلى آخر تمرين الكتف الأمامي هذا في العادة أكثر جزء متطور لديك في عضلة الكتف لأنه ببساطة يشتغل بشكل مباشر في عدة تمرين أخرى في الواقع مع عدة دراسات الباحثون قالوا أن كل مجموعة في تمرين البانش براس تحتسب للصدر لكن يمكن احتسابها أيضا للكتف الأمامي لكن تبقى فقرة جيدة أن نقوم على الأقل بتمرين واحد لعضلة الكتف الأمامي لتمرين هذه المنطقة كما ترى القيام بهذا التمرين يؤدي أيضا إلى بناء الأجزاء الأخرى لعضلة الكتف لكن للأسف لا توجد دراسة تقارن بين التمرين التي تنمي الكتف الأمامي تذكروا وقت قلت أن العضلة تنمو أكثر عندما يكون اتجاه التمرين مع اتجاه ألياف العضلة حسنا للكتف الأمامي اتجاه ألياف تبدو بهذا الشكل التي تتفق بشكل جيد مع تمرين في الماضي كنت دائما أقوم بتمرين لكن مع الوقت بدأ هذا أيضا يعيقني وخصوصا التحكم في الوزن لذا غيرت هذا التمرين بتمرين أكثر ثبات وأكثر سلاسة وهو لكن تقوموا به غالط دعوني نعلمكم الطريقة الصحية ارفع يديك بجانبك وما ارفقك على زاوية 90 درجة ثم ادر يديك للخلف قدر ما تستطيع وظهرك مستقيم دراسة سنة 2020 مع أكثر من 240 مشارك وجدوا أنهم يوصلوا فقط لستين درجة من تدوير اليدين لكن ألقي نظرة على تمرين دمبل شولدر بريس مع البنك مستوي عليك أن تصل بكل راحة إلى 90 درجة أي شيء آخر سينتهي بك الأمر مائل للأمام وتستعمل عضلات أخرى وتنتهي بإصابة كتفه لذا حاول أن ترجع البنك للخلف لكن ليس كثيرا كما ترى الآن لن تجد صعوبة في إرجاع الكتف فقط بعد جلوسك أدخل ذراعيك للداخل من خلال سحب مرافقك للداخل باتجاه ألياف الكتف الأمامي ثم ادفع الوزن فوق رأسك وأرجع الوزن لنقطة البداية إذن هذه هي الثلاث تمارين التكرارات المجموعات الخيارات كم مرة بالأسبوع أنصح بتقسيم هذه التمارين من مرتين إلى ثلاث بالأسبوع مع كل هذا فإن العلم والأبحاث كل يوم تتقدم وتتطور لذا سأحاول أن أبحث وأبقيكم على اتلاع بكل جديد بكل الدراسات الجديدة وصدقني بالعلم ستبني أفضل جسم إذن إخواني هذه القناة كنز بين يديك اشترك لأنك أنت من سيستفاد بالمستقبل أنصحك تفيد أصدقائك اللي يتمرنوا معاك بالنادي شارك هذا المقطع معهم أريدك أن تعشق هذه الرياضة وتحبها كيف إن كنت تريد أن تتعلم أنصحك تتشبع بالمعلومات أكثر وبدون ما تبحث كثيرا وتتعب شوف الفيديوهات بالقناة متاعي ستتعلم كثيرا وتتجاوز أصحابك في هذا المجل دمتم بخير إلى اللقاء سلام